قضية اختفاء أو ربما اغتيال الصحفي جمال الخشوجي جاءت كصدمة كبيرة في واشنطن وفي الغرب يمكن عامة وربما في المنطقة وجمال كان يعني ان شاء الله هو بعده على قيد الحياة هو صديق وزميل منذ سنوات يعني شخصيا وأنا كنت كمان مصدوم جدا وبعدنا نتأمل أنه بعده عايش ان شاء الله أما تأثيراته السياسية باعتقد هذه أكبر أزمة بين إدارة ترامب والسعودية منذ تولي الرئيس ترامب زمام الأمور وتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرياض معروف أن الرئيس ترامب أول زيارة لأله كانت إلى السعودية ويعني يعول كثيرا على العلاقة بالأسابيع الماضية في شوية خلاف عم يبرز في العلاقة أولا حول قضية ارتفاع أسعار النفط اللي بتأثر على قاعدة الرئيس ترامب الانتخابية ونحن قادمين على انتخابات نصفية وبتأثر أيضا ربما على نمو الاقتصاد الأميركي والرئيس ترامب عم ينتقد السعودية بشدة حول هالموضوع وفي موقف مغير حول موضوع قطر الرئيس ترامب ما عم يميز بين الطرفين وهذا أمر يعني بيختلف القضية كمان رح تأثر عم بتأثر بمجلس الشيوخ الأميركي مجلس الشيوخ كان مقصوم بأكترية بسيطة داعمة يعني للسعودية ولم تق يعني وأوقفت قرارات لتعليق المساعدات العسكرية للسعودية حول موضوع الحرب باليمن ولكن شخصيات بارزة بمجلس الشيوخ بالأسبوع الماضي أخذت مواقف قوية جدا وانتقادات شديدة وتحرك بمجلس الشيوخ حول قضية اختفاء الزميل جمال خشقجي إذن هالأزمة قد تؤثر فعلا بالعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ونتأمر أن يكون الأخ جمال بعده على قيد الحياة أعلنت السفيرة نيكي هيلي وهي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بني يورك نيتها بالاستقالة بآخر السنة هذا يعني حدث مهم بفريق عمل الرئيس ترامب نيكي هيلي هي كانت حاكمة لولاي بجنوب أمريكا هي من أصول هندية وقد تكون يمكن عم تفكر بانتخابات رئيسية ربما بالـ 2020 أو 2024 شخصية أوية لعبة دور مهمة بالأمم المتحدة يعني أكدت على مواقف الرئيس دونالد ترامب اللي هي مناقضة لحلف ناتو مناقضة لعدة أمور كانت قاسية جدا بالموضوع الفلسطيني ومحايزة 200% لإسرائيل وبنفس الوقت كان عندها علاقات جيدة مع أمين العام أنتونيا جوتياريس ومع زملائها بأمم المتحدة كان دورها أهم بأول ولاية ترامب لأنه كان وزير خارجي ريكس تيلرسون والمسؤول أمن القومي جنرال ميك ماستر علاقتهم بترامب ضعيفي أما اليوم وزير خارجي مايك بومبيو ومسؤول أمن القومي جون بولتن علاقتهم بدون ترامب قوي جدا بتصور برحيلة ما رح يكون في تغيير كبير بسياسة ترامب الخارجية لا بالشرق الأوطط ولا باتجاه المؤسسات الدولية هناك موقف يميني متشدد بالشرق الأوسط ميلي إلى إسرائيل وموقف صالب ضد إيران ولكن الكل أمام تحدي الأزمة في العلاقات الأمريكية السعودية ترجمة نانسي قنقر